طيب احنا المفروض بقى اذا كنت تقول مين فيسبوك جيزة افضل لعب بالنسبة لنا طيب دا قول شهر ديسمبر بالضبط طيب احنا اتفقنا احنا اتفقنا ان كل المباراة بيلعبها الندي الاهلي وبالمناسبة بنفكركم برة تانية انا وصارة انكم وحدداتكم على مواقعنا او على صفحتنا على فيسبوك على تويتر على انستجرام حاجتكم في بوست خاص باختيار برنامج السادسة باختيار افضل 3 لعبين من لعبة الاهلي في ماتش امبارح الاهلي ودي دجلة احنا كل ماتش اتفقنا مع حضراتكم ده هيكون تقليد جديد للسادسة من بداية السيزن تداني مع حضراتكم من مباراة الاهلي والمقص حضراتكم بتدخلوا تختاروا افضل 3 لعبين بناء على تصويت الجماهير اللي بتابع طبعا السادسة هياخد صاحب المركز الاول 3 نقاط صاحب المركز الثاني نقطتين وصاحب المركز الثالث نقطة واحدة الاهلي لعب في شهر ديسمبر في الموسم الجديد 4 ماتشاط 3 ماتشاط في الدولي المحلي ومباراة واحدة في مشوار افريقيا ماتشاط الدولي لعبنا مع المقصة ومع غز المحل أو مع الاتحاد وفي بطولة افريقيا لعبنا مع سوني ديب 4 مباريات كان تصويت الجماهير فيها لصالح اكتر من لعب والحقيقة انا بشكر جماهير النادي الاهلي اللي بتتبعنا وبتشارك معنا لانه الحقيقة واضح كمان ان فيه يعني زيادة مضطردة كده فيه عدد الجماهير اللي بتصوت وبتشارك فيه العملية دي فهنا استعرض مع حضراتكم نتائج التصويت على ماتشاط شهر ديسمبر وكمان نعلن لحضراتكم نتيجة شهر ديسمبر خلينا نشوف الاول نتيجة مباراة الاتحاد اخر مباراة لعبها النادي الاهلي وحضراتكم شاركتوا فيه التصويت عليها كان تعليم النتيجة سورا لا انت هتقول نتيجة المباراة اللي فاتت وانا اقول بشهر ديسمبر اول لعب فيه يعني صحب مركز الاول فيه ماتش الاهلي الاتحاد كان علي معلول جي في المركز التاني كهربا وجي في المركز التالت اليو ديانج وده برضو زي ماتشاط قبل كده كانت يعني كتير جدا كان بيبقى فيه لعبين قريبين جدا من المنافسة منهم في الماتش ده ورغم انه هو خرج بدري لكن واضح انه حاز على اعجاب كتير من الجماهير اللي بديت له صوتها طهر محمد طهر وايمن اشرف لكن الحقيقة معلول وكهربا وديانج قدروا انهم يحسموا المراكز التلاتة الاولى انت متفق الاول اه الى حد كبير طبعا لانه بصي فيه يعني دايما فيه لعيبة بنتفق كده انه ما يعني بنبقى احنا عارفين او متوقعين ان الجماهير راحة فين لكن التلاتة دول كانوا اكتساح بصراحة فما حدش يقدر يقول عليهم اي حاجة انا معك في ده اشتركوا في القناة